السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرد الذي نشرته على قناة الردود العلمية بخصوص كلام أخينا أبي عمر الباحث وفقه الله قلت له فيه يا أخي إن كنت تريد شيئا فلنناقش هذا الأمر نقاشا علنيا وجها لوجه أمام الناس ما في تعمل فيديو أعمل فيديو كذا أعرض عن هذا الأمر ورسلته ما رد على رسالتي على الواتساب طيب هو عمل فيديو الآن يقول فيه وحياكم الله جميعا وأهلا بكم وصلني مقطع فيديو من أخينا الكريم محمد بن شمس الدين وهو يرد علي بخصوص كلام الشيخ ابن عثيمين فجلست لأسمع المقطع وأنا في ظني أنه سيتطرق للنقطة الجوهرية التي طرحتها في مقطعي وهي النقطة الجوهرية إذا كان النووي أشعريا هل هو سيكون مبتدعا أم لا إن كان لا فقضية تبرئته من الأشعرية ليست قضية ذات قيمة ولا قضية ذات بان هذه هي قضية الجوهرية ما هو آخر كلام الشيخ ابن عثيمين بخصوص الإمام النووي رحمه الله فوجدت أنه لم يرد على دليلي إلا هو أهم نقطة رحتها في الحلقة بل لم يعد الدليلي أصلا للناس بل حتى لم يشر إليه طيب في الفيديو الذي هو نشره ونقل الفيديو الخاص به هنا كما ترون في دقيقة وست ثواني اسمع لا طيب إذن هو عرض هذا الكلام وقال إن هذا آخر ما قاله الشيخ ابن عثيمي في حياتي ما عندي أي مشكلة جيد وجزاه الله خيرا أن عرضت وبيّن ما عندي مشكلة في ذلك طيب أنا عندما أقول جزاك الله خيرا أن عرضت وبيّنت فأقررت لك بصحة كلامك أين المشكلة في عدم عرضي لدليلك ما أنا بدون ما أعرض دليلك أقررت لك بصحة كلامك وانتقلت للنقاش في أن النووي هو بنفسي أثبت لنفسي الأشعرية فسواء ابن عثيمين أثبت له أو لم يثبت له النووي هو يقول إن الأشعرية هم الذين جددوا له دينه فلماذا الآن تتكلم أخفيت ذلك ما أنا أقررت لك بصحته أخفيته أو عرضته ما تفرق أنا لن أعرض على حلقتك كاملة وأنت عندما ترد أنت عندما ردت عليه ما عرضت حلقتي كاملة هذه هي فهذا الجواب لماذا أخفيته لأن أساسا أنا أقررت ولا حاجة للنقاش في هذا الموضوع وانتقلت إلى النقطة الأهم في المبحث بشكل عام الله المستعب وأكرر يا أخي إن كنت تريد فليكن نقاش وجها لوجها على العام لا تعمل فيديو أنا أعمل فيديو عندك رقمي وأرسلت لك رسالة تواصل ما ردت عليه طيب إيش بدنا نعمل والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر